السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف يكون على اخر اخبار المحترفين للجزائريين على مستوى الانتقالات الصيفية الفيديو سوف يكون عن رياض محلاز حسام مرزيك زينت ديم العيد اندي ديلور والكاسب من اللاعبين الاخرين قبل الفيديو في التفاصيل والدخول في صف الموضوع أتمنى منكم اللي تنسى الاشتراك لايك للفيديو وصلككم جديد ونبدأ على بركة الله في التفاصيل اكتر والدخول في صف الموضوع مبدأينا البديو سوف تكون مع الناجم رياض محلاز صحيفة اسبانيا العالمية تضع قائمة لأفضل عشرة أجنيحة على مستوى العالم لهذا الموسم والتي تصدرها الانجليزي بوكايوساكو ناجم نادي أرسونال فيما احتلت دولي جزائري رياض محلاز القائمة في المرتبة السادسة في هذه القائمة كالسادس أفضل جنيح أيمان في العالم في الموسم المقاري طبعا لأننا ذكرنا رياض محلاز هناك تفاصيل جديدة بشأن رياض محلاز وحسب الصحيفة نفسها أن اللاعب الدولي جزائري رياض محلاز وافق إلى الانتقال إلى الدولي السعودي وتحديدا لأهل السعودي في انتظار تفاصيل جديدة وفي انتظار مؤشر جديدة حول هذا الموضوع الشيء الذي ذكرته الصحيفة أن الدولي جزائري وافق على الانتقال إلى الدولي السعودي وكما قلت في انتظار تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع سوف نتكلم عليه في الفيديوهات القادمة أبا بشأن الدولي الجزائري حسن مرزق لاعب شباب الوزداد حسب بعض الصحف البرتغالية أن الدولي الجزائري مرزق سوف يتقيل إلى الدولي البرتغالي وتحديدا لنادي فيريس البرتغالي وقد تحصل على موافقة للرحيل إلى البرتغال لتوقع العقود عن طريق موافقات ناديه شباب الوزداد والسمح له بالرحيل والانتقال إلى البرتغال اللاعب كما قلنا سابقا في الفيديو سابقا أنه سوف يحل شباب الوزداد وهناك عروض مختلفة على مستوى أندية مختلفة لعلى مستوى الدولي الفرنسي لعلى مستوى الدولي البرتغالي لعلى مستوى الأندية العربية اللاعب حسب الأخبار والصحفة البرتغالية أن اللاعب وافق على الانتقال إلى الدولي البرتغالي وتحديدا لنادي فيريس البرتغالي ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ هالانتخال موفق لللاعب حسام رزيك الى الدوري البلجيكي اما بشأن اللاعب زين الدين بالعيد لاعب الاتحاد العاصمة وبشكل شفه رسمي ان بالعيد سوف ينتقل الى الدوري البلجيكي وتحديد دليل كبير والعملاق قلوب بروش في الموسم القديم فقلوب بروش قدم عرض بقيمة 500 الف يورو للتعقد مع المدفع الجزائري واللاعب وفقها للعرض وكذلك الاتحاد العاصمة وحسب الصحافة ان اللاعب بشكل شفه رسمي سوف ينتقل الى الدوري البلجيكي الفريق قدم عرض كذلك بقيمات لمدة ثلاث سنوات وكقيمة للعب وكعرض مقدم للعب واللاعب وفق على العرض وسوف ينتقل رسميا الى بلجيكا وتحديدا كموقف للكبير ولعبنا كلوب بروش في الموسم القديم اما بشأن اللاعب كيفين قايتو اللاعب باستا الفرنسي الناشط في الدوري الدرجة الثانية الفرنسي حسب اخر المستجدات ان النادي ترابزون السبور التركي يستهدف التعقد مع الدولي الجزائري كيفين قايتو المرشح بقوى لمغادرة ناديه باستا خلال الانتقال السيف الحالي الظهر الايمان للخوض محل اهتمام من قبل نادي رونس الناشط في الدوري الفرنسي الدرجة الاولى والذي سوف يشارك في دوري ابطال اوروبا في الموسم القديم طبعا اخر المستجدات بشأن اللاعب كايتون ان نادي ترابزون السبور يطمح لتوقع معه في هذه الانتقال السيفية واللاعب محط اهتمام نادي رونس الذي يشارك في الدوري ابطال اوروبا كما قلت سابق واللاعب حاليا بين انديات ترابزون السوركي والرونس الفرنسي طبعا حسب رأيه الشخصي الوجهة الرائعة والوجهة والاختيار الصحيح سوف يكون لنادي رونس الفرنسي اما بشأن اللاعب اندي دولور لاعب نونت الفرنسي كما قلنا سابقا ان نادي نونت سمح بالدولي الجزائري اندي دولور بالراحل عن الفريق في هذا الانتقال السيفية كذلك النادي الفرنسي غير مرحب بفكرات التعقود وبقاء اللاعب اندي دولور في الموسم القادم لهذا اللاعب يبحث عن فريق جديد وحسب اخر مسجدات ان هناك عروض من الدوري التركي ومن الدوري اليوناني وهناك عرض قوي من نادي ام وصلال القطري بشأن الدولي الجزائري اندي دولور المفوضة جارية بين النادي القطري ام وصلال واللاعب حول الصفقة وحول قيمة الصفقة وكما قلت اللاعب سوفي الحراس من فريق هنونت لان النادي لا يرحب ببقاء اندي دولور في الموسم القديم موارعيكم بشأن هذا الموضوع وهل الوجهة القادمة لاندي دولور الدولي القطري هل تكون موافقة ام تكون اختيار خاطئ طبعا هذا وكشدنا في اخر اخبر انتقالات لللاعبين الجزائريين موارعيكم في موضوع انتقالات وهل ما ذكرت في هذا الفيديو لللاعبين وانتقالات الاندي المهتمة شيء منطقي حسب اختياراتكم وهذا ان انتقال الى الاهل السعودي سوف يكون اختيار صائب انبقائه في اوروبا موارعيكم في موضوع الاندي المهتمة والانتقالات لدركاته في هذا الفيديو شكرا متبعا وإلى اللقاء